وكانت التوقعات بتشير في 2020 إن احنا نوصل لستة بوينت اتنين لكن جياحة كورونا أصر التأثير سلبي لكن التأثير ده هل التأثير كان كبير على مصر زي ما شوفنا في أمريكا وفي أوروبا ولا التأثير ما كانش بنفس القوة مصر من أفضل اقتصاديات اللي تعاملت مع موضوع كورونا الجزئية دي تأثير جياحة كورونا لأن هي كانت جياحة مفاجئة وكان موضوع مفاجئ على الاقتصادات العالم كله أصر على كل العالم النهاردة الدول العديدة بتشهب ركود اقتصادي ضخمة جدا بالضبط كان لكن الفلكسابيليتي الموجودة في الاقتصاد المصري وما يتعلق بالسياسة النقدية للبنك المركزي مكنت مصر النهاردة وبرضو احنا نتكلم عن الأرقام إن كان 13.8 مليار دولار حجم الاحتياطي 2014 وصلنا ل45.7 مليار دولار في المرحلة دي السيولة والاحتياط النقد الدوات ساهم كتير جدا في معالجة مشكلة كورونا لأنه تم ضخ حوالي 8 أو 9 مليار دولار بشكل مباشر في السوق المصري لدعم العديد من القطاعات قطاع السياحة قطاع الصناعة كل دي قطاعات تم دعمها من الدولة بشكل كبير جدا عشان نقدر نقف كمان إن إحنا عملنا توازن ما بين الإغلاق التام إن مصر ما أغلقتش بشكل كامل إغلاق تام وما بين أوقات العمل إحنا خدنا ودولت كان شجاع جدا قرار شجاع جدا قرار شجاع جدا وقرار بالضبط وقرار رغم إنه كان عليه هجوم كتير جدا لأن كان بيقولك في دول كتير أعمال إغلاق كامل وتأثير على حياة المواطن المصري وكانت الناس بتبص على منظومة الصحة المصرية إن إحنا مش نقدر نقف ساعة زمن نواجه موضوع كورونا لكن اللي حصل فعليا إن مصر تفوقت بشدة في موضوع دوات اقتصادنا تأثر تعملت بطول نفس وصبر وأكتر كمان يعني كانوا من الاتزان يعني الواحد في الأول برضو كان خايف يعني النظام الصحي في مصر هل يستطيع إنه يتحمل هجوم كبير لو لقدر الله كان حصلت إصابات بالأرقام اللي شفناها عندنا في أمريكا وفي أوروبا أو كلام دوت ولا لأ ولكن يمكن كان فيه نوع من التركيز والتوازن في اتخاذ القرارات القرار كان متوازن جدا صاحبه هجوم عنيف زي برضو الهجوم كان على تحيص سعر الصرف لكن النهاردة إحنا بنحصد القرارات دي نتائج بتاعتها عاملة زي الحصاب بتاعنا النهاردة إن الحمد لله الأعداد فيه ما تعلق بكورونا عندنا بتقل بشكل كبير جدا وضع الاقتصاد المصري الأقل تأثرا وده تبقى لصندوق النقد الدولي وتبقى للبنك الدولي فيما يتعلق به تأثر اقتصادية العالم وشرق الأوسط وإفريقيا مصر النهاردة كمان لما نجي نتكلم على المحاول الاقتصادية الهمة الاستثمار الأجنبي في مصر مصر هي المتلقي الأكبر الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا زيادة السنة اللي فاتت 9 مليار دولار بزيادة خضرها 11% مصر النهاردة اتنقلت من مرحلة إن احنا كنا في حوالي سنة 2014-2015 الاستثمار الأجنبي 74 مليار دولار النهاردة بنتكلم في 126.9 مليار دولار يعني او مصدبن بالضبط يعني تقريبا الضعف ده سببه تشجيع المناخ الاستثماري تشجيع المستثماريين وجود بنية تحتها ضخمة جدا هل بنسمع عن مشاكل قديمة اللي كان المستثمارين بيشتكوا منها هل في بعض السلبيات لسه الإدارة المصرية والحكومة المصرية شغل عليها لمحاولة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصريح والكلام منه الوضع كان في مصر قبل الإصلاحات الاقتصادية دي كان صعب جدا لأي مستثمر إنه هو ييجي لأنه هو أول مشكلة بتوجهه التغير في العديد من الجرز والقوانين والقليات الموجودة لكن النهاردة أصبح الموضوع سابت قانون الاستثمار تم تغييره بشكل كبير جدا أصبح في منظومة الشباك الواحد المستثمر ما يقدرش يروح لأكتر من مكان زي كان بيحصل قبل كده يطلع ترخيص من الأراضي من منطقة ومزارة الإسكان وترخيص الكهرباء من الكهرباء لا النهاردة الهيئة العامة الاستثمار ومعاطية الحرة بتقوم بكل دوت عن طريق شباك واحد طبعا بيواجهنا لو في عندنا بعض المشكلات لكن الدولة التسعة جاهدة بكل الطرق إن هي النهاردة تعالج المشكلات دي وده بيتضح لنا النهاردة في حجم البنية التحتية والبنية الأساسية والمشروعات اللي بتتم حجم الاستثمار الأجنابي اللي بيدخل في مصر بشكل مباشر لأن ده كله بيدينا تطور اللي احنا وضع الاقتصاد المصري النهاردة رايح فين هو فيه طبعا جزئية عند المواطن البسيط اللي هو عايز يشعر بيه الأرقام اللي احنا بنقولها معدل النمو بقى كزا معدل النمو بقى كزا